سؤال أخر أردنا من أحد الإخوة يسأل يا شيخ عن الأجر المترتب على التبكير لصلاة الجمعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع له بها درجة بل يكتب له كما في الحديث عمل سنة صيامها وقيامها وهذا فضل عظيم وإذا جاء مبكرا وصلى ما تيستر له وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة فإذا حضر الإمام واستمع للخطبة وأنصت وصلى الجمعة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام يعني عشرة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالها فعليك أن تحتسب هذا الأجر العظيم أنا